بسم الله الرحمن الرحيم جداً جداً أسعدنا كلنا وأيضاً بطولة الدوري لكرة السلة السيدات اللي دخلت أيضاً أول مبارح دولات بطولة النادي الأحلي حقيقة إحنا برنامج دائماً أبداً بنغطي العلعاب الأخرى ولكن إحنا مش ممنأة عن لعبة كرة القضاء اللعبة اللي هي بتبسطنا كلنا واللي إحنا يعني بنخلص لعبتنا ونروح نتفرج على كرة القضاء النادي الأهلي الإسبوع ده حسم بطولة الدوري الـ 42 تاريخ طويل مع النادي الأهلي مع بطولة المفضلة وهي الدوري العام وزيما قلنا النادي الأهلي دائماً أبداً جيل بيسلم جيل وده بند في دستور النادي الأهلي النادي الأهلي مؤسسة كبيرة ملك الجمهورها ولكن بيتنوب عليها أجيال كتير سواء في الإدارة سواء لعبين سواء أجهزة إدارية ولكن يبقى في الآخر اسم النادي الأهلي 42 دوري تحت رئاسة 7 رؤساء ورئيس مؤقت للنادي الأهلي حصلوا عليها طبعاً أولها أولاء الرؤساء كان طبعاً أحمد عبود باشر رئيس النادي الحقيقة اللي اتحقق على إيده يعني زي ما بيقولوا إنجاز تاريخي حتى الآن ما تكسرش حتى النادي الأهلي نفسه ما تكسروش 9 بطولات متتالية ممكن هو خد عشرة 9 منهم كانوا متتاليين من سنة 48 لسنة 58 أحمد عبود باشر الحقيقة لو شفنا في تاريخ البطولات 9 بطولات متتالية حصل فاصل زمني رجع تاني البطولة العشر استقال أحمد عبود باشر جاء رئيس مؤقت محمد توفي خشبة أيضاً خد الدوري مرة واحدة دخلنا في أحداث 67 وأما ثلاثها من أحداث وسنوات رجع الدوري مرة تانية النادي الأهلي حصل عليه طبعاً مع الفريق مرتجي أحد الرموز وأحد الأسامي الكبيرة اللي كانت أو ترقاست طبعاً النادي الأهلي وشاهد في عصر إنجازات كبيرة يمكن دخل النادي الأهلي خمس بطولات على طبعاً على يد الفريق مرتجي جاء بعد كده كابتن صالح سليم يعني نقول ستة في سنة قسم فيها وجوده الفريق مرتجي مع كابتن صالح سليم كابتن صالح سليم خد بطولتين خد ثلاثة خمسة خد خمس سنين سنتين في ثلاثة الكابتن العظيم الراحل صالح سليم جاء كابتن محمد عبد وصالح الوحل سنة 89 وأخذ بطولة الدوري العام لمرة واحدة نيجي هنا بقى الكابتن صالح سليم الحقيقة كابتن صالح سليم حصل على البطولة سبع مرات متتالية يبقى تسعة مع أحمد عبود باشا كابتن صالح سليم سبع مرات متتالية طبعا مش سبع بس وكابتن صالح خد تلاتة قابليهم ولكن أنا بتكلم على التوالي سبع بطولات وربعة دخلنا في غياب سنتين تلاتة واربعة جي كابتن حسن حمدي فاس طبعا ببطولة الدور العام أيضا سبع مرات متتالية يمكن يبقى تاني عشان بس الناس ما تبعدش عنه أحمد عبود باشا تسعة مرات الكابتن صالح سليم سبعة واربعد الكابتن حسن حمدي سبعة واربعد يمكننا بنبرز اللي زي ما بيقولوا الانجازات والأرقام اللي ما بتكردش تاني يعني أرقام عظيمة جدا جيه بعد كابتن حسن حمدي الكابتن محمود طهر أو المهندس محمود طهر حصل على الدورة تلات سنين جيه بعده طبعا الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي النادي الأهلي فاز ببطولة الدور العام تلات سنوات ان شاء الله نأمل ان احنا التلاتة دول يبقوا اربعة وخمسة وستة ونحطم الرقم القياس اللي هو تسعة مرات متتالية النادي الأهلي يكتاريخه جزء لا يتجزأ من فرحة الأهلوية وزي ما قلنا دائما أبدا النادي الأهلي جيل بيسلم جيل وجيل بيحترم اللي قبله كمان كده تعلمنا في النادي الأهلي وكده هنبدأ نتعلم ونعلم اللي بعدين أيضا ان لازم النادي الأهلي دائما أبدا دستوره هو الاحترام والقيم والمبادئ يمكن ما كانش ينفع الحقيقة احنا برنامج وعلى لعاب أخرى ولكن احنا كورت القدم هي الأساس وهي معشوقة الجماهية فلازم احنا مش منقى انا في الأول وآخر أهلاوي وفي الأول وآخر بخلص وروح اشجع النادي الأهلي اوقف قدام تلفزيون ونقعد قدام تلفزيونات نشجع كورت القدم نروح بعد كده للحدث الجميل اللي حصل